السيدات والسادة مساء الخير عند الحديث عن التاريخ وشخصياته ووقائعه دائما ما تكثر التساؤلات حول الحقائق التاريخية وما إذا كان التاريخ الذي درسناه في مدارسنا وجامعاتنا هو التاريخ الحقيقي الذي حدث بالفعل أم هو تاريخ امتدت لصفحاته يد التشويه والتحريف لأسباب عديدة في كل عصر كان هناك دائما مفكرون كبار أمثال عبد الرحمن الرفعي شفي أوربال محمد أنيس حاولوا الإجابة على أهم سؤال هل كل المؤرخين على مر العصور الذين سجلوا ونقلوا لنا وقائع التاريخ كانوا أمناء في نقلها؟ هل كل ما نعرفه عن تاريخنا القديم والحديث وما يتصل بقضيانا المصرية هو التاريخ الحقيقي أم هو التاريخ الذي كتبه المستعمرون وأصحاب المصالح؟ اليوم نسأل هل ما نراه على أرض فلسطين من عدوان مستمر لطرد شعب من أرضه؟ هو فقط محاولة اغتصاب أرض من أصحابها؟ أم فصل جديد في جريمة مستمرة منذ 75 عاما لسرقة التاريخ؟ في حديثنا من مصر اليوم نلتقي بمفكر وباحث كبير في التاريخ اهتم منذ سنوات بكشف المسكوت عنه في هذا التاريخ قدم في العديد من كتبه قراءة جديدة ومختلفة لأحداث مهمة في تاريخ مصر والمنطقة نطرح عليه الأسئلة الحائرة حول وقائع تاريخية ثار حولها الجدل في السنوات الأخيرة نحاول معه تصحيح مغالطات تاريخية استهدفت عن عمد إما تشويح حضارتنا أو إخفاء صفحات ناصعة من تاريخنا عن التاريخ بين الحقيقة والتزييف عن المغالطات التاريخية التي ضللت أجيالنا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم